السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا احلى متتبعات ومرحبا بكم في القناة اليالي اليوم كما راكم تشوفوا راح نشارك معكم طريقتي في تحضير التريد باش اجيكم حبة دغطة يعني يجي متقاد لانه بزاب بزابة الاخوات سواء على صفحة في الفاسبوك او الاستجرام يبعتوا لي في الخاص كيف اجيك هاكدك مع اسكو عندك ترادة اذا ما عندك ش ترادة اولينا الطريقة اكيد ما عنديش ترادة هنا في امريكا وراح نشارك معكم الطريقة كيفاش يجيكم هاكده جيكم حبة يعني اضغطها ويجي ما شاء الله عليه برك لازم انكم تفرجوا الفيديو من الاول الى الاخر بالنسبة للوصفة عادي استعملوا الساميد الناعم واذا ما كاش نعطكم هادك الناعم الناعم كما انا ماشي الناعم بزفزف راح نضيف له شوية تفارينة مثلا عملت زوش على بول ولا زوش كيلة الساميد الناعم مع ربع كيلة الفارينة والملح فقط نخلط هاكده ومن بعد نضيف الماء ما استعملت في هذا العبار هاكده هادي هي الكيلة اللي عبرت بها عملت كيلة عماء مع نصف يعني كيلة ونصف تع الماء واستعملت العجانة هي احسن طريقة يعني باش منع ياوش هادا مكان واللي ما عندهاش دروري تستعمل طريقة تقليدية يعني عندك ما تدلكي وتعاودي حتى تتحصل عليه بدي الطريقة انا استعملت العجانة ومبعدت شوية بيديا لازم يرجع الرطب رطب 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 مراكم تشوفو هنا اخلاص ندهن وين نحطو ولمدان شكل لازم حبيبات تشكلوهم صغار دوكم بعد تشوفو يعني تشكلوهم لحسب الحجم اللي انتو مراكم حابينو المهم انا نقعد هكدا نشكل بولات ولا كورات هكدا صغار في البلاديالي ومبعد راح ندهنه هكدا بشوية تعز الزيت ونغطي عليه ونخليه يريح السره والعجينة لازم يريح احتيبت لي لو معلش المهم اعطيوه من ساعة ساعتين ثلاثة شحل ومريح يعطينا نتيجة مليحة وما يغبناش في الخدمة موسيقى احنا من بعد ما العجينة دياليري حتشوفو كليديت تطلق راسها احنا راح نوريلكم لاستيوس للطريقة اللي نستعملها انا نستعمل هذا التاجين هو الاول هذا شريطه من هنا راح موجود حتى في الجزائر بالنسبة لي ساكني في امريكا تجبرو في المحلات العرب في المحلات العربية ورح نستعمل هدي الصينياتها بقلاوة اكيد استعملوا الحجم اللي هكم حبينو لازم تقلبوها كم مرة تشوفو راح نشارك معكم الطريقة بالتفصيل هالي صراحة احسن طريقة اذا ما كانتش عندك الترادة احنا فيه تلمسان عندنا الترادة تجيكم ما كلها مقلوبة تجي ايما بالفخار ولا بالحديد وبهالي نخدمه التريد باش ما يغبناش ونكمله بالخاف لكن هنا في امريكا راكم عارفين يعني ماشي كلش موجود ندهي الصينية ديالي ونبدأ نحلل في العجينة بالنسبة مين جوا تحلوها كانزوش طريقتين طريقة تقليدية لي جبدو العجينة ولا هاقدار راح نشارك معكم هدي الطريقة احسن بالنسبة للسمك اكيد تريد كالي يحبو ورأة رأة رأة صار كالي يحبو مسمن كالي يحبو مسمن كالما تزيلين يحبوه ورأة والغرب العلاء يحبوه موايا نفس الشي بالنسبة للتريد اذا ركي حباتو يجي كرأة بصح ما شي ديك اللي يعني ينقرد تستعملي غير هدي الطريقة شوفو اللي بنات سهل 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 يعني سهل بل بزاف ما تحلو العجينة ديالكم شوفو تحلوها لي حسب الحجم ولا الشكل تاع السنوة ديالكم شوفو اللي بنات ما تنغبنوش نهائيا وحاولو هادوك اللي في الجنب حاولو تزيدو تهبطوهم باش ما يجيبكم شخشان يعني للكوطي تاع القرصة هادوك والضائرة بما يجيكم شخشين هادي الطريقة فاش تعجبني لبنات يعني هاكدا تحطي يديك بالزيت و تضيئت يعني اذا لاحظت باللي جيها فيها السمك على جيها بحد اخرى غير هاكدا بيديك وراك يتوزعي بديك العجينة باش يجيوا وزعمها كيف كيف طريقة ثانية وهي هاكدا صاريها كمتع مسمن هادي جيك مرئيه بزاف حلي العجينة ديالك وما بعد تبدي تجيبدي فيها يعني تجيبدي بديك الورقة ديالك لانو العجينة مين تنعجن مليح وسمي دي يكون مليح شوفو يعني تنحل معاكم فاسين ما هادي راح تجيكم مرئيه على الطريقة الاولى فالا على بيها قطلكم باللي مين تشكلو دوك الكورات شكلو لحسب الحجم تاع الصينية اللي راح تستعملو فيها تريد ديالكم او درك راح تسألوني كيفاش نطيبوها اروحو نشوفو الطريقة طريقة صراحة عاملية بامتياز حطيت التاجين ديالي فوق النار راح يسخن لازم يكون سخون يا لبنات وتمتم تحطو الصينية بدي الطريقة راح تسألو تقولو لي بلي راح تسخن لا لا اذا كان هذا التاجين تحتاني سخون بزاف هادي الخطوة راح تمتم تنحوها شوفو يعني الصينية ديالكم متسخنش الا اذا سخنت لكم عاملو شوية بيبر فيديكم هاكده باش ما تنحرقوش شوفوا لبنات كيفاش الشكل يعني ميتكن سخونة ميت جوا بتنحي ودسينية ديالكم تهبط باحدها واذا ما هبطت لكمش غير بيديكم هاكده في الجناب وطهبط يعني طريقة سهلة مهلا يا لبنات تشكلوا بها التالي ديالكم وشوفوا ما شاء الله اجيكم حبة ضغطها هادي الطريقة اللبنات تقدرو تستعملوها حتى في الديول يعني حتى في الديول تقدرو تستعملو هادي الطريقة هنا ما شاء الله انا ما حبيتهم شي جونير انا شاركت واللي عملتهم بالطريقة الاولى اللي وليتها لكم اذا حبيتوهم يجيوكم ارقاء اكتر ما هذا الشيء لازم تزيدو تشب دول عجينة كما وليتكم في الطريقة الثانية هذا ما كان الوغ لبناتكم ما شفتو الطريقة سهلة مهلا بالنسبة للاخوات لسكني في الخارج وما عندكمش الترادة الوغ هذا هو السر وهذه هي طريقتي في تحضير التالي نتمنى ان شاء الله انه الفيديو تعالي نهار اليوم يكون عجبكم واذا عجبكم كل عادة ما تنساوش تدعموني بلايك وتبختاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء ومع اليامان وكل عادة غي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة